الشقه اللي في الدور السابع اخر دور. وطبعا هنا في الجراج بتاعها. الجراج ده بالرموت كنترول يعني هيكون معاك رموت كنترول. ودية المبنى ده مستشفى جنب الشقه على طول. الاهل المنطقة. تعالوا يلا بينا دلوقتي افررك. ان نروح مع بعض المترو. وما شاء الله الجامع. تعال نروح مع بعض المترو دلوقتي. ودي صيدلية جنب البيت على طول. جنب البيت مستشفى وصيدلية. المنطقة دي راقية جدا ما شاء الله. الزراج يعني قال نروح مع بعض المنام says that الا طول. من دون کچون مستشفى وصيد في لغ دور. بينما جنب البيتات المستشفى يدعى بتحول المنامين المستشفى وستخدمونها يظهر. يدعى بوا يدعى بوا يدعى بوا يدعى في جنب الاشكواد ، كما يشبbres في جنب البيت. هنا يدعى. واحدة كنترولية إضافة التالي البطور في البيت. سبيل البطور وده سوبر ماركت بيم جنب الشقة على طول وزي ما انت شايف دلوقتي الارض ما فيهاش مرتفعات ولا منخفضات ارض مستوية دلوقتي اهو انا اروح لغاية محطة المترو محطة الترامواي يلا بينا نعدي اهي ديت محطة الايه الترامواي شايفي قد ايه قدام الشقة على طول اوريكو بقى سوق الثلاث ما شاء الله اهو هناك اهو اهو هناك اهو هنا تراموا شايفين كل يوم انت تقدر تتمشي على السحر البحر في دعا البحر في سوق تلاد بتاع البلدية بتاع الحكومة هي اللي عاملاه اللي هو ده على طول يعني انتو البناء هو بتاع الشقة السوقه هو ومسجد كبير جميل جدا تعالوا ابركو ومحاطة الاوتوبيس قدام الشقة يعني كل حاجة تحتيكم ومسجد السلطان ايوب تلات دقايق منها للشقة مسجد السلطان ايوب التاريخي والتريفري كل حاجة هنا في المركز ما شاء الله ده السوق اهو سوق التلاد سوق التلاد كبير جدا جدا ودي محاطة الاوتوبيس الشقة دلوقتي في الدور السابع الأسانسير اهو هنخش الشقة ده العدد بتاع الغاز عموما بتاع الشواء الصالة المطبخ ومعها بالكونة افرق عليها دلوقتي الحمام غرفة النوم الأولى غرفة النوم الثانية الغرفة كبيرة زي ما انت شايف ده الصالة ايه ده دلوقتي البحر ومحاطة الترامواي المترو وساط كوريا التحت وده سوق التلاد ده المسجد اف الاحتجام وم employers افترضه مقاصل افترضه المنوم المواد الاختري ومنظر بالليل البحر الخليج ده جميل جدا تلت دقايق اللي مسجد السلطان ايوب خمس دقايق للفاتح التقسيم وشيش اللي قدامك وشيش اللي قدامك تقسيم دي البلكونة عوارق وحجم البلكونة وده استخان التدفئة بتحدي كما طابل رسل اندفل المدخل او والعصنصير اهو السلام عليكم دلوقتي بالنسبة للشقة دية ما شاء الله اقل حاجة فيها مت متر غرفة مصالة وحمام ومطبخ وبلكونة وبتبص على بحر الخليج سعرها النهائي اللي احنا اتكلمنا فيه مع المالك نهائي جمب قدامه على طول محطة ترامواي يعني تنزل على طول تلاقي محطة ترامواي وصادق محطة الاوتوبيس تلت دقايق لمسجد السلطان ايوب خمس دقايق للفاتح عايز تروح اي مكان امن والتقسيم شش لأي مكان اريبة في المركز شكرا جزيلا واشوفك قريب في اسطنبول ان شاء الله علي جمال اسطنبول تركيا مع السلام خلينا في البداية نسمع الناس والحبايب اللي ثقوا فينا والكل سعيد ويا رب خرهم يزيد بسم الله الرحمن الرحيم احب اقدم شكري جزيل لأستاذ علي واحب اشوفكم هذا الطابو اللي حصلت عليه خلال يومين نتمنى لهم التوفيق في عملهم الف شكر موعد خالف الصعبي من المدينة المنورة علي جمال حقيقة يعني جميل جدا وجدت منثقة لا يبحث عن الماضي يبحث عن اهم شيء يعني وصل للناس يعني رجل يعني مهما تكلمنا فيه رجل جميل رجل يعني يهم مصلحة الشخص اللي فيه قبل لا يهم مصلحته هو في ما يبحث عنه والله يوفق بالخريقة وانا انصح التعامل معه جدا علي راضي وانسان يخاف الله ويبحث عن الأجوة يعني يا الحقيقة رحنا معاهل لزراعة الشعة كمان فالخريقة يعني انا انصح بالتعامل معه لانه يبحث عن الجودة والدرجة الثانية يبحث عن السعب وهو له وضع يعني خاص هنا وما سأل الله اللي يبارك فيه وانصح بالتعامل معي جدا ويعني حتى له الفرم برده بس عارة الشركة والله يوم في ذلك بسم الله الرحمن الرحيم كنا مقررين أنا وزوجتي نشتري شقة في إسطنبول بعد البحث حصلنا على شقة في إسطنبول والحمد لله وشكر بجهود أستاذ علي وشركة المحترم وطلعنا البارح على الطابو خلال ثلاث ساعات صار الطابو باسم زوجتي أو باسم العائلة الكريمة والحمد لله وشكر مع متابعة أستاذ علي ما قصروا يانا وجهودها كلش طيبة وحلوة وشريكة المحترم وانصح أي شخص يريد يشتري شقة في إسطنبول يتعامل مع أستاذ علي وشريكة المحترم يعني يشتغلون بجهود وطيبين وبنية صافية ومحترمين والحمد لله وشكر وأشكرهم جزيلا ألف مبروك ألف مبروك على الطابو الله بارك فيك أخي علي أنا شكر ومقدم لك والله أنا مبسوط أني شفت الطابو باسمي يعني كلمة شكرا لا تفي حقك يا أخي علي أعطيتك وكالة وحطيته للطابو باسمي وأنا مش موجود عندكم والله ما شفتها أخي علي إلا الصدق والأمانة يعلم الله ولن يعني يقف الموضوع عند هذا الحد يعني أنا ضروري جميع أقاربي وأصحابي أعطيهم خبر عنك يعني يشتروهم ملتحين صدق وأمانة وإخلاص ما شفتها بأي شخص تاني ألف شكر يا أخي علي شكرا شكرا جزيلا نحن نشكرهم كثير وقدرنا أن نطوب البيت بنفس اليوم يعني شي جميل جدا الحقيقة ومثل ما تعرفون أنتو يعني نحن غربة في هذا البلد بالجماعة وكفورنا نحن سيطان ما حسين بغربة ما حسين بشي حسين أنه أولادنا ومعنا في الشراء من البداية إلى النهاية هذه القناة جديدة اشتريناها من خلال السيد علي وشريكة تركيا مشكورين كل الشكر في المنظر العام يكشف كل اسطنبول كل اسطنبول ممكن جهاتها ألف شكر إليك أستاذ الله علي وألف شكر لشريفك التركي ولو مساعدتكم ألما تحياتنا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم فهد الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى وتعاون أخ علي جمال اشترينا الشقة في سلطان أيوب والحمد لله كان سعر مناسب من أفضل لأسعار والأخ علي ما شاء الله عليه يعني بأمانته وصدقه في الأمانة صراحة الحمد لله اللي شفناه اللي لمسا مناه كل خير صراحة أفضل من الناس أنا أصحكم صراحة بالتعاون معه وعلى مسؤوليتي أنا إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله لكل المتابعين وأتمنىكم كل الخير وألف شكر للأخ علي صراحة وشريكة اللي تعاونوا معنا صراحة وكانوا قمة التعاون وقمة الأمان والصدق في التعاون يعطيكم مال فائفة إن شاء الله شكرا بسم الله الرحمن الرحيم أنا أخوكم من العراق الشقيق جئت إلى تركيا ما أعرف كل شيء وما أندل كل شيء من واحد الواحد أبو التكسيات واحد يوديني على واحد وواحد يوديني على فلاه فندق وشلع قلبي لحد ما اتصلت بعلي جمال أخونا المصري إجانا قبل طيران من الصباح وجاء بنا فندق بسعر كويس ومناسب وخلف الله عليه وما قصروا إي أنا وشالوا إي الجنة طاني وعائلتي أربع نفرات زين لما علي جمال أنا كان تهت بتركيا المنقذ الوحيد لإخواننا العرب في تركيا علي جمال واللي مالي دي توه اتصاله موجود وفيسه موجود وانترنته موجود أخونا العزيز علي جمال الله يحفظه ويخلي لكل عربي يجي التركيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحب أتكلم عن تجربتي الشخصية مع أستاذ علي جمال في شراء عقار في تركيا وأستاذ علي جمال قدر يلقى لي عقار جدا بسعر جدا رخيص ومميز الموقع المميز اللي كان في ياني كابي على البحر مباشرة وشقة جدا نظيفة والحمد الله وشكر الطابو سليم وقدرنا نكمل المعاملة وما تركني إلى أنتهى الطابو وأحب أنه أنصح كل الناس العرب اللي يحبون يشترون عقار في تركيا الطابو نظيف واستلام نظيف ومعاملة نظيفة يتواصلون مع أستاذ علي جمال وشكر للجميع الراغبين في الاستثمار وكذلك السياحة في إسطنبول فقط الاتصال بالأخ علي جمال المتواجد هنا في خدمة المواطنين كافة من بيع وشراء وسياحة وإيجار وسياحة في إسطنبول هذا الرجل الذي من الأمانة والإخلاص والأوفاء الكثير لما لمسته خلال هذه 25 يوم الموجود أنا فيها في إسطنبول من خلال أنا تعاملي معه بإيجار إحدى الشقق الجميلة جدا وفي قرب في منطقة السلطان أحمد وقرب من الجامع الأزرق وكذلك من التعامل الصريح والمميز ما بينه بين الآخرين وما بينه وبيني أنا شخصيا وكذلك لديه صراحة كبيرة جدا في التعامل حتى وأنا كنت في بريطانيا عندما أرسل لي فيديو للشقة نفس الشقة التي أرسلها لي هي نفس التي أسلم بها حاليا نصيحتي للجميع لمن لديه نية الاستثمار وكذلك البيع والشراء وحتى الهجاب الاتصال بالأخ علي جمال السلام عليكم أولا أقول الحمد لله رب العالمين ربنا وفقني دلوقتي وفتحنا الشركة كويسة جدا ومع الشركة التركي اللي هو نفسي تفكيري نفسي دماغي بالزبط شوفوا يا جماعة دلوقتي احنا بنشتغل ازاي في العقارات أول حاجة رقم واحد بنشوف الشقة أو العقار لو سعره كويس ولقطة نتوقع على الله بعد كده بنروح نشوفه ايه النقطة التانية؟ مكانه هل مكان أمين؟ مكان يصلح لعيلة؟ مكان جنب المتر والمواصلات؟ دي تاني نقطة تالت نقطة الطابو يعني الطابو اللي هو سند الملكية بنشوف الطابو ايوة بنشوف الطابو صحيح أو مصحيح؟ لأنها أمانة مين حلقة الوصل؟ مين حلقة الوصل بينك وبين المالك؟ احنا فدي أمانة كبيرة جدا احنا بنشوف الطابو سليم وكل حاجة جميل جدا والمالك سليم وكل حاجة كويس جدا فبعد كده بنقول للمالك شوف عايزين نوصل لك حاجة واحدة مهمة جدا بما إننا الحمد لله احنا خبرة في العقارات المشتريين الوقت بيعملوا ايه؟ بيشوفوا الأسعار فانت لو جبت لنا السعر النهائي وسعرك يكون أحسن من الشواء اللي حواليك شئتك هتتباع بسرعة فبناء عليه بيدينا سعر نهائي وبعد كده السعر بنحطه على الفيديو ده اللي أنا بصمم فيها أي فيديو بعمله بحطه على الفيديو عشان تشوفوه مباشرة وبعد ما تريدوا إن شاء الله بتعودوا مع المالك مباشرة من نوكولي كويس؟ بناخد النسبة المعروفة عليها هنا في تركيا العادلة كويس؟ دي حاجة تاني حاجة عايز أقول لكم على حاجة مهمة جدا إنكم ما تقلقوش علشان إن شاء الله هنكون معاكم لغاية ما تستلموا طاب الشقة باسمكو لغاية ما تستلموا سند الملكية يعني طاب الشقة باسمكو إن شاء الله وإحنا هنكون في دهركو وهنكون في كتفوكو إن شاء الله واتطمنوا أتمنى إن شاء الله أشوفكو قريب في تركيا شكرا وبحبكو جدا علي جمال إسطنبول تركيا مع السلامة